كأن المارد انفك من عقاله فجأة ودون سابق انذار تتحرك عربات لاند كروزر لتطوي هذه الصحراء المترامية معلنة بدء هجوم كاسح للمسلحين الإسلاميين في مالي للسيطرة على مناطق وسط البلد وخارج دائرة نفوذهم التقليدية في إقليم أزوات منذ فجر الخميس اندلعت معارك عنيفة بين مقاتلي حركة أنصار الدين السلفية يشد من أزرهم مسلحو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من جهة وحاميات الجيش المالي المتمركزة في مدينتي كونا وموبتي كانت المعركة مريرة وقاسية خاصة على الجيش المالي الذي أجبر على التراجع مرة أخرى وتحدثت الأنباء الشحيحة الوردة من جبهات القتال عن سقوط مدينة كونا في يد المسلحين بينما باتت موبتي والقاعدة الجوية المالية في سفاري قاب قوسين أو أدنى من السقوط إذا هذه التطورات المتلاحقة عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا خرج بالتأكيد على إرسال قوة دولية بإشراف إفريقي إلى مالي بينما اعتبرت باريس التي تمتلك نفوذا تقليديا في المنطقة إن التحرك ضد المسلحين في مالي بات حتميا إن فرنسا وحلفائها الأفارقة والمنظمة الدولية لا يمكن أن تقبل بالوضع في شمال مالي وأقولها هنا بالحزم المناسب نحن أمام عضوان صارخ ولهذا قررت أن فرنسا ستستجيب مع حلفائها الأفارقة لمطالب السلطات المالية وستقوم بذلك في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي وستكون مستعدة للحد من توغل الإرهابيين إذا استمر أكثر المتضررين من هذه الحرب هم هؤلاء الذين طوح بهم السلاح إلى مخيمات اللجوء هنا تتلاشى ابتسامات الأطفال وتؤكد نظرات الكبار أن الحاضر مأساوي والمستقبل مظلم مجهول ترجمة نانسي قنقر